نحن نتكلم عن فرق كلها في المرحلة اللي جاية اللي احنا قد ننقبل واحد فيهم كلهم حاملين لقم بالضبط بالترجي والوداد والسامدونز يعني فرق كلها فعلا تقيلة صحيح اللي احنا نتكلم فيه كابتن وحضرتك يمكن اشرت لي ان احنا يعني التركيز التركيز بدءا من المسئولية الاولى والاخيرة افتكر يعني بتقع على اللعيبة من مباراة امبارح دي تفتكر اللي جاي واحنا ان شاء الله يعني مباراة سيمبا اعتقد ان هي قد تكون مباراة تحصيل حاصل يعني وكان لسه دكتور احمد فابت بيكلم في دوت مع فكرة كمان ان انت يعني ممكن تغييرات تحصل في المباراة من حيث التشكيل ممكن ان هي تاخد فرصة في هذه المباراة لكن احنا مشو نتكلم عن مباراة سيمبا انها البروفا الاخيرة في المجموعة دي احنا منتكلم عن كل اللي فات ممكن نعتبره بروفا للي جاي الاتقل الاصعب في المواجهات اللي جاي بتتطفق ولا تختلف مع الفكرات لا بتتطفق بس بختلف في حاجة ان مجرد سيمبا مش تحصيل حاصل لا بالنسبة لنا مش تحصيل حاصل خالص هلازم نكسب ونقدم عرض كويس على الاقل لان اللعبة تسترجع سقط جماهيرها بعد العرض الغير مقنع امام المدينة طبعا لان انت رسالة على فكرة فرقة سيمبا من اقوى الفرقة يعني انا من وجهة نظري البطولة دي هتبقى محصورة منحصرة ما بين ثلاث فرقة نادي الاهلي وسانداونز وسيمبا يعني الثلاث فرق دول هم اقوى ثلاث فرق في البطولة مع احترامي لكل الباقي من خلال متابعة الماتشات كلها فسيمبا فريق لا يستهم به كسبنا المباراة رد اعتبار لنا حتى قدام سيمبا لانت تعوضي الخسارة اللي احنا خسرناها تسترجع سقط جماهيرك بعد مباراة المريخ نمرة ثلاثة بتدي كارت يعني مش هنقول كارت ارهاب ولكن بتدي انذار شديد اللهجة للفرقة التانية نعم فمن هنا مباراة سيمبا مهمة جدا جدا ونتيجتها بالنسبة لنا مهمة جدا اشتركوا في القناة